بسم الله الرحمن الرحيم وقراءة عنوين والصحفة السودانية الصدر صباح اليوم الخميس التاسع من يناير الفان وعشرون نستهلها بصحيفة الانتباه تحقيقات تكشيف مواقع حصابات النقرس وانواعها وزير الزراح يغضح للانتباه أسباب المطالبة بأغالته ملاغ جديد ضد أشغاء البشير ملاغ يبدأ مشاوراته مع مجموعة كاثولوكية في روما الحكومة تدعي الحلول لزيارة الخرطوم حمدوك لكاودا اليوم المركز يوجه البنو بتوفير محلومات عن نشاطها في العحدة السابقة لجنة أزمة داربي دارفور فوضان سبعون شخصا في عحدات كريند اطلاق صراع علي حامد وتوجيهات عليا باستمرار حبس آدم الفكيه دياد دين بالله لغرار الحجز بلاء رجل وجائر وينتهي حرية الصحافة صحيفة السوداني الدولية جهات مجفورة تعرض عمال المخافز على الإضراب الصحافة سياسات المركز وراها تهريب الزهب الضراب والمعادن اشرعان في تفكيك نظام الوطني أمين مجلس الصحوة أحد عضاؤنا أصيب السكر ومات في السجن الشيء يطالب إلغاء عنون النغابات واستعجال بديل دموراتي له أزمة خبز حادة بحاضر الجنوب دارفور وشكوى من استغلال المواطنين البرهان يدعو لتفويت الفرصة على من يحاولون إغاء الفتن بين الشرطة والشعب صحيفة الجريدة إصابة اربعة عشر شخصا في هجوم جديد على مخافز بأمبدة ثلاثمائة واربع غطيل وجريح مفوت في أحداثر بديل دارفور رئيس حزب البية التصحيحي تكشف عن مبادرة للتوحيد أحزاب البية رئيس مؤامد كونسية التجارة لفتح بلاغ ضد الشمالي وكاشا وبركة الكشف عن مخالف التجار أجانب الغرارات وزير الصناعة البرهان الشرطة قادر على حفظ الأمن بالبلاد هيئة دارفور تدابير شد المؤتمر الوطني بغرار إداري والأجسام المحتدية يجردها من مبدأ التجرد الحمد للغاية وفد وزار كبير يزور كاودا غدا صحيفة الصيحة نقل على الحاجة لمستشف ضيل بعد دهور حالته الصحية البرهان صبرنا على الاستبزازات ضد الغوات النظامية لمصلحة الوطن فيصل الصيحة المؤسسات الإعلامية ستعود لعملها بعد حزم ملف الملكية زيادات رسوم الاشتراف في التأمين الصحي بالخرطوم بنسبة 100% الدعم سلجابة الآلاف من زخيرة القرنوف بالعسيلات الكشف عن تفاصيل فساد ضخم بغطاء الصحة صحيفة آخر لحظة أوامر قبضة الأشغاء البشير و311 بلاخ فساد جديد البرهان نحن من يقرر في شأن الغوات النظامية بعد سنوات من آخر زيارة لمسؤول حمدوك إلى كاودا تدور صحة على الحاجة ونقله لمستشفى في ضيل فدع ربي تغني في الرياضة الهلال يضبط الاسترافية لعبور السواحلية القبض على آمن ضرار وطراجي بعد ساعات من الإفراج عنهما اتياه لزيادة السعر التركيزي للغمح ل3000 جنيه الشرطة ترفض غرار نيابها بإطلاق صراحة أدم الفكه صحيفة التيار اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر لجنة أزمة الجنين 165 غطيلا و189 مصابا جراء الأحداث المركز يطالب البنوك بالكشف عن عمليات التمويل الكبرى وخف احتجاجه بسوق الإطارات بالسجانة طالب خروج الأجانب مصدر شرطي للتيار حجز 150 سيار بدون لوحة بالخرطوم الحداثة أمين سعد ندعو الشباب للانخراط في صفوف الشرطة وابد رفيع المستوى من كومي سيزور السودان في هنائر الحالي الخرطوم تعتمد حزمة برامج ومشروعات للحد من نسبة الفغر حمدوك إلى كودا اليوم محمد الفكي إجراءات مرتبا مع المتضرر من تفكيك المؤسسات الإعلامية شكرا لحسن المتابعة خلال على المتابعة خلال حسن المتابعة